وفي ملف جائحة كورونا وضعت السلطات الصحية السويسرية العراق على قائمة الدول الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا وتضمنت القائمة السويسرية للدول الأكثر خطورة على خلفية تفشي وباء كورونا ونصحت رعاياها بعدم استفر إلى 29 دولة بينها خمسة دول عربية إحداها العراق كما تضمنت القائمة الولايات المتحدة والبرازيل وسوف تفرض السلطات السويسرية بموجب هذه القائمة الحجر الصحي لعشرة أيام على القادمين من هذه الدول